لا تنطفي من أجل عثرة عراض طلة لأنك لو انطفيت من أجل العثرة رح تكتر عثراتك نحن أصلاً إجينا على الدنيا لتجينا المشاكل لنتعلم منها الله تعالى يقول في آية من أروع الآيات ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها هالامتحان اللي تعراض طلة مسجل عليك باليوم وبالساعة وباللحظة من قبل ما تنخلع الأرض وما عليها طب ليش رب العالمين عم يخبرنا بهالشي لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال ثخور مشان ما تعيش بأسع اللي فات لأنه اللي فات مات ولا تغتر وتتفاخر وتتعلق باللي معك لأنه بلحظة ممكن يسحبوا من إيدك وبالنهاية مشان تعرف أنك بانتحان فلا تنطفي أحياناً لازم ترتقي مثل الطير أحياناً لازم تسقط مثل المطر وما دونت بتعرف أنه سقوط المطر لخير فتأكد أنه الامتحان يتعرض طلو لخير بس لا تنطفي كان في أبيات رائعة جداً تقول يا حامل الهم لا تحزنك عاصفة هبت على قلبك الموجوع فانهدم سيبعث الله من آفاق رحمته لطفاً يرمم في جنبيك من هدم طمئن فؤادك فالأقدار حانية وفي الحياة سرور يعقب الألم والله تعالى قال من قبل ذلك إن مع العسر يسراً إن مع العسر يسراً ربي يسعد لي كل أوقاتكم أهلاً وسهلاً فيكم صبايا مثل ما أنتم متفاجئين فرحانين مصدومين أنا كمان عندي عن جد مشاعر مختلطة بهذا الفيديو أنا نفسي ما ليعرفاني خجلاني كتير منكم بنفس الوقت ما ليعرفاني أنا الشي اللي عم بعمله صح ولا غلط لأول مرة عن جد ما ليعرفاني إني أنا حلق هذا الفيديو اللي صورته ونزلته ما ليعرفاني اللي عم بعمله هو صح حلو أني أكمل في اليوتيوب ولا لأ يا جهينة وقفي وحاجة تنزلي فيديوهات وإلغي القناة يعني عن جد أنا ما ليعرفاني بس كلي اللي عرفانتوا بالوقت الحالي إني أنا حب أطلع وأحكي معكم لأني في كتير صبايا عم يكتبولي إني يا جهينة عن جد طمنين عنك وكتير كتير استفقدولي بهالفترة ومشتائي لك ومشتائي نسمع صوتك بس طلعي بس طمنين عنك بس طمنين عن صحتك يعني كتبي بالمنتدى يقولولي نزلي أي شي بدنا نتواصل معك بأي مكان بس إني ملنا عرفانين شلون رح نتواصل معك ونتطمن عليك كتير صبايا كتبوا حتى من بين التعليقات إني ما معقول اليوتيوب عم بيقترح فيديوهاتك وإنتي غايبة عنينا يعني إني عم نتعذب نحني بهاد الشي اللي صار بس بدنا نطمن عليك فأنا قلت بصور هاد الفيديو وبطلع بحكي فيه معكن وبشرح لكم التفاصيل يعني اللي صارت معي بس بنفس الوقت صراحة مالي عرفاني أنا إن الشي اللي عم بعمله صح ولا غلط أكمل ولا أوقف بالقناة أكمل تصوير يعني متل ما بقولوا واقع عن جد بين نارين كتير مشوشة كتير فيه أفكار فيه راسي كتير فيه شغلات بس قلت خلص صورت هاد الفيديو ورح أطلع أحكي طبعا ضمن الحكي ما رح أحكي لا عن الطبخة ولا عن الروتين اللي عملته بهاد اليوم بس أنا صورت لكم ياه وإن شاء أحكي لكم فوق الفيديو ما حبيت يكون مثلا فيه بس مباشر أو والله إني مثلا حطيك فنجان قهوة ويادي عم بحكي معكم قلت خلص هيك بصور اللي عملت منعيش يعني فصورت لكم ياهون وصورت لكم اللخنة كمان كنت عاملين على الغداء لخنة وإن شاء الله بجوز أنزلهم على قناة حلب الأصيل بس يعني دعولي الله هيك يعني يسبتني وأعرف أتغذ قرار عن جد لأول مرة أنا بحس حالي وقع بين نارين حتى يعني شوفوا الموضوع ما أبسطه ما عم بعرف أتخذ قرار إني أكمل ولا إني أوقف هلأ رح أحكي لكم بالتفصيل يلي عم بيصير هلأ أول شي إن شاء الله تكون فكرة الفيديو يعني حلوة إني أنا مصورت لكم الوصفة يعني أو مصورت لكم الفطور والروتين وهيك وعم بحكي عن موضوع يعني مشان ما الناس اللي شتتتي أفكارنا وهيك بس والله يعني ما حبيت بس تكون هيك الصورة جامدة حبيت إني تستفيدوا وقدر الأمكان وتتسلوا بالنسبة للشغلات يلي أنا هلأ أحب أحكيها صراحة يلي صاير فيني أنا بالوقت الحالي كأني شون أنا أحيانا بشبه حالي هيك مثل ساعة الرمل يلي شلتيا وقلبتيا وقلبتي كل الموازين يلي فيها كل الموازين اللي كانت أنا موجودة في حياتي كلها كلها تخربطت بشكل لا يوصف صراحة أنا كنت في البداية يعني مثلي مثل أي إنسان أخاف من العين أخاف من الحسد أخاف من الأمور اللي خربت حياتي بس دائما يعني كنت أقرى المعوزات وأول خلاص يعني لا يوصيبنا لما كتب الله لنا فصارت شغلات تدخل بحياتي تخربطها بس يعني بدرجات بسيطة مثل ما بتعرفوا من فترة مرضت وهيك نتكست يعني عن جد وأنا نفسي لحد الآن لحد الآن يعني لسه على الألم موجود ولسه على حد الآن من دكتور لدكتور والدكاترة اللي بروح عليها كل ياتون أجمع وإني أنت ما فيك شي نحن ما عم نعرف سبب الألم هذا اللي أنت عم تشتكي منه لدرجة أني آخر مرة رحت عند الدكتور قلت لهم الألم اللي عم بحسه بالعظم وكأني أنت ماسكي مبرد وعم تبردي العظم فالألم كتير يعني رهيب عم بيقولولي أني ما في شي قلت لهم لو عم تبردوا العظم كان داب من الفترة اللي أنا مرضت فيها لحد الآن ومع ذلك ما توصلوا لحل ومع ذلك لما بتعب كتير كتير فباخد مسكينات يعني وخلص ما في بليات حيلة مثل ما بقولوا فوصلت لمرحلة أني بلشت أكتشف أني ياجه هنا ليكون الفيديوهات هي اللي عم تأثر الشغل القناة عم يعمل لي ضغطه هيك طبعا المتابع عم بيطلع بس مثلا عن نحن اللي عم نأنجزه بخلال عشر دقايق نص ساعة الفيديو فنحن عملنا فطور وغدا وعرفته فيعني الواحد لازم يأدرك أني أنا الشي اللي عم بقوم فيه أو الشي اللي أنا عم بعمله هو الشي على مدار يوم كامل يعني من الصبح للمساء من الصبح للمساء احتمال أنا ما أهتم بولادي من الصبح للمساء احتمال أنا ما أهتم بحالي ما أهتم ببيتي بس عم باهتم بالشغلات اللي عم بصور لكم إياها منشان أنهي الفيديو فالطاقة اللي انتو عم بتشوفوه أول شي طاقة مضاعفة لأنني أنا بحياتي اليومية أنا مالي هيك أنا مالي بهالطاقة عرفته مثلي مثلكون أنا بفيه كل يوم متنشطة يوم بفيه بكون تعبانة يوم بفيه بكون مبسوطة يوم بفيه بكون معكرة فالطاقة اللي عم بصور لكم إياها يا صبايا أنا عم بصور لكم هاد الشي من شان أنتوا تتشجعوا وأعطيكم طاقة لإلكم بس ولكن لازم دائماً نحن نقدرك أن هاي الإنسانة هي مي يعني إنسانة خارقة عم تعمل كل هالشغلات وبتجلي وبتطبخ وبتحوس وبتهتم بولادة لا 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 بالوقت الحالي عم جد متل ما قلت لكم مثل أنا مثل ساعة الرمل الشلتوا قلبتوا نفس الشي أنا هلأ صاير فيني لعد عندي طاقة لهذا السبب كتير وقفت تصوير وقلت خلاص يعني خليني أعطي هيك استراحة لإلي ولجسمي من شان أعرف سبب الألم لأني فعلياً أنا كل فيديو عم بصوره وبمنتجه عم بصير عندي اشتغيص هاد الاشتغيص عم يتجمع بعضلات الكتف والرقبة فعم يعمل لي هالألم فقلت خلاص خليني أوقف فأنتوا لما عم تشوفوا الفيديو جاهز ومزبط قدامكن وهيك فأنا عن جد عم بيكون مستهلك طاقتي كلياتها لدرجة أني عم بوصل أخذ مسكينات من شان الألم يروح يعني ما حدا يجي يقول أنت عم تطبخي الغداء بس عم تصوري وبتجي بمصاري لا موهيك لا عن جد موهيك أنا وكل اليوتيوبر منشرب قهوتنا باردة ومنتغدى الغداء بارد وما منخلي أولادنا يمدوا إيدهم على الأكل لنخلص تصوير وا 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 يعني فيه شغلات في اليوتيوب لازم نحن كمتابعين نفهمه طب جوهينة أنت ليش عبتحكي لنا هذا الشيء؟ أنا عن جد بدي أفهمكم أني أنا هالغيب اللي غبتة لأني أنا حياتي كلها يتنقلبت طاقتي راحت صحتي كمان راحت الصبر حتى الصبر اللي أنا فيه مثلا كثير أحيانا صبايا بيقولولي أني بالك طويل وصبورة كله 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 هاد اختلف صرت إنسانة عصبية مزاجية بحب أعود لحالي أنا ما لي طالع أكيد أحبطكن وما لي طالع أخليكن تشائموا ولكن عن جد بلحظة من اللحظات بتأدركي أني موازين الحياة تبعيتك قلبت كل ياتب بشكل تام مش قد ما حاولتي تراجعي كل شيء متل ما كان وأنا هلا عم بحاول قدر الإمكان أرجع لصحتي ولقوتي وهيك ما عم يرجع شيء معي بالعكس عم بحس حالي عم بتعب أكتر لهذا السبب أنا قلت لكون مالي عارفاني إذا بدي أكمل في القناة وفي التصوير وهيك أنا كنت كنت كتير كتير مبسوطة في القناة وكتير مبسوطة في التصوير وكتير مبسوطة في الشيء اللي عم بقدمه وكتير حيب الشيء اللي عم بعمله ومستمتعة يعني لما كنت أعمل الشغلة أعمل عن جد وأنا حيب ابتع هلأ صار عندي كتير تقل 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 يعني لتخيلوا هاد الفيديو صلي تقريباً 3-4 يم عم بمنتج فيه هذا كتير وقت عرفتو يعني أنا بالعادة ما باخد كل هالوقت يعني ما حكيت لكم لساعة التصوير فالأمور كلها اختلفت اللي حب أفهمكن يا وأوضحلكون يا يعني عن جد نحني كيوتيوبر عم نفرجيكن الحياة المثالية من شانكن أنتو يعني مثلاً لما أنت بتروحي عند دكتورة نفسية أكيد هي رح تعطيكي العلاج النفسي اللي هو لصحتك بكون كويس لما أنت بتسمعي كلامها بتقولي نيالة هي أكيد ما عندها مشاكل أو إذا جدتها مشاكل رح تعمل أو رح تعرف تتعالج معاً ونفس الشي نحن نحن اللي بشوف حياتنا كيوتيوب بيحسبنا كيوتيوبر يعني بيحسبنا أني نحن عايشين حياة مرسالية ومنظمة ومرتبة وولادنا دائماً نضاف ومرتبين وولادنا مثل الروبورت تعا تعا روح روح وكله بالأوكي لأ لأ هينيحن الصورة اللي عم نعطيكم إياها من شان أنتو تاخدوا الطاقة من عنا وتكملوا أنتو وعرفتو يعني كل واحد بياخد الطاقة اللي هو بيحاشته فيه وحدة بيضة طاقة لتقوم تنظف فعم نعطيها ياه فيه وحدة بيضة طاقة لتقوم تطبخ فعم نعطيها فيه وحدة بيضة طاقة نفسية بدي تسمع حدا عم بيقوية وعم يدعمه وعرفتو فكل واحد عم بتابع اليوتيوب عم بدور عن نقطة اللي بده هو فيها يندعم أو اللي بده فيه هو اللي بده عفن طاقة يقوى فيها فنحن عم نحاول على كل الأصعي ده إن نكون يعني متل ما بقوله كاملين مكملين بنظر المتابعين من شان المتابع يقوى يتنشط هيك نفس الشي الدكتور النفسي عم يدعمك من شان تحل مشاكلك بس ما معنى إنه ما عنده مشاكل أو ما عم بتعرض لضغط نفسي أو ما عم بتعرض لمشكلة ما عم بيلاقيه لحل عرفته فهذا الشي اللي حبيت أخبركني ياه يعني كتير كمان أحيانا متابعين بقولولي إن بيتك دائما ننظيف شلون تتعاملي مع أولادك بيتي مو دائما ننظيف بيتي أحيانا لما بتطلع يعني على كمية مثلا الشغل اللي علي بقلهم لأولادي حس حاري عم بنتقل شلون لما بتنتقل البيت بها الفوضى البيت بيكون بها الفوضى أولادك شلون عم بيسمعوا الكلام لا أولادي ما بيسمعوا الكلام أولادي يعني بعزبوا مثلا مثل أي ولاد وأحيانا بشوف أنا أني أولادي بيعزبوا للساعة أكتر عرفتوا فكل واحد بيشوف يعني عندي مراهقيين وعندي أولاد صغار بتكتعاملي مع هدول تتعاملي مع هدول أحيانا حتى يعني لالة الكبار ولالة صغار ما عم بيصلي طاقة لا أتليغف معهم ولا أحكي ما معناته أني أنا أم غلط لا معناته أن الشي اللي أنا عم بمر فيه أنتوا أكيد كمان كأمهات بتوصلوا لمرحلة خلاص تنطفوا بدكن بس يعني حتى بتكون تعدوا لحالكم بس حتى أنتوا اللي ما بتعدوا لحالكم ما بتروا وما بتأخذوا يلي بتكون إياه عرفتوا بغض النظر مثلا كل واحد عم بقلكم عم ينظر على الشغل يلي ناقصته مثلا أحيانا بيقولولي أني هيك عم تاكلوا وهيك عم تشربوا أنا لما عم بعمل بطاطا مسلوقة لولادي ومنمشي اليوم نحن هيك منقول ما عم بصور للكون إياها عرفتوا يعني ما معناته جوهينة هي حياتها هيك لا فيها طبعا شي جزء من المصداقية أكيد أنا لما عم بطبخ أنا اللي عم بطبخ ما عم بجيب بروبورت عم يطبخ بس أكيد أنا عم بعجل الفيديو عم بفرجيكم لما أنا عم تقلب معي الطبخة أو لما عم يتنزع الشي أو لما عم بتتعبل مجلة جلي من الصحون ومن التصوير عرفتوا ما عم بجيب أصور للكون إياه فبس أنا حبيت أخبركم هاد الشي أني الشي اللي عم بتشوفوه مني ومن كل اليوتيوبرها يعني غالبا 80% عم تفرجيكم الوش الحلو والانطباع الحلو بس بالوقت يعني بالخلف الكواليس نحن عم نكون عم نشرب القهوة بيردي أو أحيانا تخيلوا ما منشربها تخيلوا أنا أحيانا بصور لكم القهوة وبسكبو هيك بعدين بجيوني التليفون أو بيكون عندي موعد فأموري ما زبطت فبترك القهوة وبطلع بروح على موعد دي لأني ما عاد عندي وقت طيب إيه جوينة أنت نظمي حياتك وشقد ما نظمت حياتك هون رح تتعرضي للضغط النفسي رح تتعرضي لل عرفتو يعني فيه فيه كتير شغلات أحيانا بتحكي اللي عم يسمعك بحس فيه وأحيانا أنت نفسك مالك قدران تعبري عنه كمان من الشغلات اللي بتجيني نيالون ولادك نيالون جوزك نيالون جوزك يا جماعة أنا مالي إنساني كاملة أنا وكل الصورة اللي عم بفرجيكن إياها أنا عندي مو خطأ عندي مت خطأ عرفتو ما معناته أني أنا إذا بعرف أطبخ لازم مثلا جوزي يكونني ييالون علي لا فيه شغلات كتير بتصطف معك في الحياة كمان من بين الشغلات اللي صارت مشاكل يعني صح تشوفوا صح تراحت شغفي الحبي للقناة وللتصوير ولهذا كله راح علاقتي مع ولادي كتير كتير تخربطت وتغيرت كتير أمور في حياتي لحد الآن مخربطة ومكركبة وعم بحاول أصلح وما عم بتصلح حتى قوة إني أصلح ما عد فيه هاي القوة عرفتو يعني دائما تعبانة ومتعبة يعني ما بس أنا ها كل العيلة عندي حتى ولادي بيجو بقولولي ماما نحني ما عمليش بعنام مجنمنا فلان ساعة من فلان ساعة لفلان ساعة وفيقين مكسرين وما عمليش بعنام ديك تقولولي هلأ كله هاد الشي من القناة لا جوز ما هو من القناة ولكن يعني بتقبلش أنا أجمع يعني النقاط اللي قدمت لي هالقناة بتقبلش أعرف الشغلات اللي تخربطت في حياتي وليش تخربطت وإيش التغيير اللي صار في صبايا أحيان بقولولي حبت القرآن هيك يعني أمس عم بحكيله طيب الشي اللي تخربط طب أنت ما كنت تتقاتلي مع جوزك لا أنا بتقاتل مع جوزي مثلي مثلك مثل أي وحدة أنا مالي متفقى مع جوزي بالمية مية ومالي والله أنا مثلا حياتي مع جوزي كلها مكركبة لا متنا مثل أي زوجين بس ولكن بهالفترة معدي تتحمل كلمة لا من جوزي ولا من أهلي ولا من ولادي ولا ولا من حدا يعني أنا عم بحس فيني صار تغيير غريب حتى ولادي بقولولي ماما نحن نيمين قلت لكم ومكسرين وفيقين أحيانا منقول العزر من الفرش طب يا الله لدخوتي يعني ما صلى زمان الفرش اللي عبناموا عليها ما يسيقى عرفتوا يعني عم نجمع الشغلات اللي عم بتصير بحياتنا فعم بتصير كتير شغلات غلط وخارج عن عن إرادتنا عرفتوا بشغل أحيانا صورة البقرة بالبيت بصوت واطئ أو بصوت عالي حسب ما يكون يعني إذا الأولاد في البيت بشغلة بصوت واطئ إذا الأولاد ما بتتكمل ما بتلحق بتخلص بصير أمر ما بتخلص الصورة كلها بالبيت بنفس الوقت بيخبط جسمي كلها يتو بحس حالي تعباني ما عد إلي طاقة واجه عراس يعني عم بيصير معي شغلات أنا من الناس بعرف أني فيه سحر وبعرف بس أنا ما بأمن بهذا الشي لأني يعني أصلاً ما في حدا مثلاً هون أو بغير مكان ليسحرني أو هيك ففي أمور أنا مستبعدة طب الشي اللي عم بيصير صراحة عن جد ما بعرف إيش سببه حتى المصايب يعني المصايب بالمال عم بحكي فجأة بيجيكي أمر بتضطري تدفعي مبلغ لا قليل من شان تصلحي شي عندك خرب أو انكسر يعني من فترة جوزي عم بيسوق بالسيارة فجأة انكسر البلور فهيك فجأة من دون شي حتى حجرة ما استبعدنا أني تكون حجرة لأني قال لي لو حجرة طيرة على شباك السيارة فرح تكون جاي من قدام هي جت من الجنب فكمان يعني بيجيكي أحياناً مصاريف مبالغ دفعات انتي ما كانت مثلاً في حياتك تعطيل في البيت شغلات عم تتعطر شغلات عم تتكسر بالعادة الأمر مثلاً انتي بديك تمشي بديك تمشي معاملة بديك تمشي ورقة بديك تمشي شي بيطول له مثلاً مرة مرتين موعد أو موعدين أكتر الشي وبينحل نحن هون عم تقعد القصة شهر وما عم تنحل المشكلة عنا أحياناً عم تطول شهرين وما عم تنحل على هاتورة وجيبورة وعملوا وسووا وودوا ففي شغلات كتير كتير تخربطت في حياتي أنا قلت أكيد من اليوتيوب أو من القناة أو من التصوير فأنا خلاص رح أنعزل عن هاد الشي أنا عزلت فترة ومع ذلك الأمور للساعة موجودة ويعني مستمرة المشاكل بحياتي فأسأل الله السلامة يعني ونفس الوقت كمان ما لي حب أنا أخليكم تتشاقم أو أعطيكم بهذا الفيديو طاقة سلبية أو هيك بس عم جات حبيت أفرجيكم أني هاي الإنسان اللي عم تسمعوا صوتها بس وما بتعرفوا أبداً شي عنا غير أني هي بتقدم لكم جزء بسيط من الروتين ما معناته حياتة مثالية وما معناته أن هي شخص مثالي هي أول مرة يمكن أنتوا بتشوفوا على اليوتيوب إنساني بتزنبي حالها بس ولكن أنا عم بفرجيكم أني الكمال لله لا أنا كاملة ولا غيري كاملة وكامل عفواً وبنفس الوقت نحن كيوتيوبر فاهمانين على بعض يعني أنا لما بتابع وحدة عندها محتوى روتين فأنا عرفاني تماماً بهاي المقطع هي وضعة أو وظرفة أو عرفته نحن عم نحب نشارك الأفكار الحلوية عم نحب نشارك الوصفات الحلوية عم نحب نشارك شغلات نحن هون بتجربتنا بغربتنا صارت مرت معنا يمكن نكون فشلنا فيها ويمكن نكون نجحنا فيها فمنشارك معكم همومنا ومشاكلنا وهيك منشان أنتوا نوعاً ما تسمعوا أصاص تسمعوا معلومات تسمعوا أفكار وتتسلوا وأنا هاد اللي اكتشفته بشكل عام من المتابعين اللي عم بتابعوني يعني جد نحن بدنا ولف بالغربة يعني اللي عم تسمعني هي بد واحدة ترجع لأيام سورية لأيام بلادنا للقعد الحلوة لجمعة الرفقة أو جمعة الجيران اللي هون نحن كلها ياتهي أو الأراجبين اللي كلها ياتهي نحن هاي الجماعات يعني اختفت من حياتنا فمثل صاير كل واحد عم بتابع يوتيوبر بقرة تعليقاتكن بسمع دعمكن وهيك بشوف أسئلتكن نصايحكن وأنتو كمان بنفس الوقت بتشوفوا حياتي وبتسمعوا صوتي وبتسمعوا القصص اللي عم بعدي فيها وهيك لهذا السبب حبيت عن جد أحكي لكم كل شي كل شي كل شي وأفرجي لكم أني بالوقت اللي أنا تركتكم فيه كان سبب أني أنا كنت عايشة بمشاكل وهلأ أنا رجعت وما لي عرفاني رجعت أكمل ولا ما أكمل بس يعني إن شاء الله إذا دعمتوني أكتر وحسيت حالي أني عسى والعال خرج الأمور عندي تتصلح نوعا ما أو يكون القناة سبب في أني تتصلح يعني شوي حياتي ألتهي أو أبعد عن المشاكل وعن الشتغيس وأدخل في هذا العالم اللي هو أنك تحكي مع أنت أشخاص ما بتعرفيهم وهدول الأشخاص كمان يحكوا معك ويتطمنوا عليك وتتطمن عليهم صراحة إحنا ملينا من الناس بدي تستفسر أو بدي تستنكش مثل ما بقولوا يعني عن جد عن جد أنا مثل ما أنتو بحاجة لقلي وهذا اللي أنا حسيت وأنا كمان بحاجة لقلكم بحاجة لهاي المحبة الموجودة بقلوبكم اللي هي بس نحن بنحبك بس لأني بنسمع صوتك أو نحن بنحبك لأني حسين حالنا بنعرفك أو قريبة لقلبنا أو 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 عرفتوا يعني بالأخير أنا وإنتو بدنا بدنا هاي المحبة عرفتوا فإن شاء الله يا رب أكون يعني قدر الإمكان ووصلت لكم الشي اللي جواتي وحسيتوا أني أنا الشغلات اللي مريت فيها يعني الشغلات اللي حاليا لسا عم بمر فيها ورغم كل هات حبيت أني عن جد حسيت أني لازم أطلع وأحكي معكم وأقلكم وأوضح لكم ونفس الوقت طبعا يعني في شغلات في القلب ما فينا مطلع نحن نحكي فيها أو يمكن أنا من الأشخاص يلي ما بحب أتيجر بمشاكلي يعني لو أنا بدي أحكي لكم بالمية مية الشغلات اللي عم بتصير معي يمكن بجيب مشاهدات وبرقد ورا مصلحتي يعني وبجيب مشاهدات وبجيب متابعين وهيك ولكن في شغلات بتنحكي أنا هيك برأيي على اليوتيوب فيه شغلات ما لازم تنحكى فيه شغلات لازم المتابع يعرفها وفيه شغلات ما لازم المتابع يعرفها لأني بتبقى هاي في البيت ما فيني أنا أخبركن ياه في ناس عندهم هاي القوة إنه يطلعوا يحكوا قصصهم بس أنا ولكن كتير بكون متحفزة بهيك مواضيع هلأ لهون تقريبا بكون خلص الفيديو يارب تكونوا هيك يعني فهمتوني وأنا كتير مبسوطة إني رجعتوا سمعتوا صوتي وأنا رح أرجع أرى تعليقاتكن ادعووا لي هيك أرجع أكمل معكن وتمشي أموري يعني على ما يرام إن شاء الله يارب هيك ما بدي أوعدكن بس رح أحاول إني أرجع أعمل فيديو جديد وروتين عن جد يكون حلو وبتشكركم إذا كملتوا معي الفيديو للأخير وإن شاء الله يارب أنا وأنتو ورح أتبال بيقولوا كمان إني دعوة الغريب للغريب مجابه أنا عن جد بفترة من الفترات لما كنت عم بقرأت تعليقاتكن عن جد صدقا بالله كنت كتير بحاجة لأله وكنت عن جد أقرأت الدعاء وأقول آمين يا رب لأني عن جد أنا كنت بحاجة لدعواتكن ولحد الآن اللي استعدني بحاجة لدعواتكن ما تنسوني دعولي بظهر الغيب وأنا كمان إن شاء الله رح أدعي لكم الله هيك يرزقكم السعادة وطولة البال ويرجع هيك أموري وأموركم كل ياتا متل ما كانت وأحسن بشوفكم إن شاء الله و تعالى بالفيديو جديد تصبحوا على ألف خير باي باي تصبحوا على ألف خير